الهدف بتاع الحرب المعلن إنه هو تصفيد حماس والجماعات والفصال المسلحة اللي موجودة في القطاع وده هدف أنا يعني كلنا عارفين كويس قوي والخبرات اللي موجودة لكل القادة على مختلف المستويات بدول مختلفة نازل أمر بيحتطل بسنوات طويلة جدا ويمكن ده أيضا من ضمن الموضوعات اللي احنا تحدثنا فيها على أهمية إن احنا نسعى من أجل عدم الاجتياح البر للقطاع وده أمر في انتهى الأنبياء أنا بسجله هنا لأن الاجتياح البر قد ينتج عنه يعني مش تحديات لأ يعني ضحايا كثيرين جدا جدا من المدنيين ويكفي إن حتى الآن احنا بنتكلم ما يقلب من ستة آلاف ستة آلاف من المدين سقطوا حتى الآن نصفهم تقريبا من الأطفال نصفهم تقريبا من الأطفال ويجب أن نضع ده في عين الاعتبار في استمرار الأزمة وعدم وضع السلامة سلامة المدنيين في الاعتبار عند التعامل مع الفعل العسكري الإسرائيلي في القطاع